تطبيق على موبايلك بحولك كامرة الموبايل لكاميرا سينمائية فيك تصور من خلال الأفلام أو المسلسلات وبحب خبرك أنه هذا التطبيق تستخدمه بتصوير عدة أفلام من خلال موبايل التطبيق سعره 20 دولار لكن رح أعطيك يا مجاناً فرصة كتير كبيرة إلك شو ناطر تطبيق مني رح أعطيك يا مجاني ورح أشرح لك عليه وفيك تبلش مباشرة تصور فيلمك الأول يلا نبلش مرحبا يسعد أقواتكم أنا محمود الجبلي مرى الكاميرا زوجتي رمطحان نحصلنا أفلام عم نحاول فيدكم بهذه المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة هذه الحلقات اللي عبت يجي ضمن سلسلة سينماتيك اللي عبتم إنتاجها من قبل فريق كوميرا فريق كوميرا فريق فني بقدم لكم خدمات صناعة الفيديو والإعلان التجاري وكل ما يتعلق بالخدمات الإعلامية من الألف لليان واليوم حلقتنا يا أصدقائي عن تطبيق رهيب صراحة رح يفاجئكم رح يقدم لكم كتير خدمات في عالم التصوير السينمائي هو من خلاله فيك تستخدمه لحتى تحول كاميرا موبايلك إلى كاميرا سينمائية وطبعا تطبيق الموبايل الأساسي مهما كان متطور ما رح يقدم لك هاي الخدمات اللي بقدمها هذا التطبيق بميزات متعددة وبضبط يدوي وإيضا خيارات قريبة جدا الكاميرات السينمائية فالأشخاص اللي ما عندهم ميزانية يشتروا كاميرات سينمائية ويلي عندهم فقط الموبايل ما ظل عندهم حجة يستخدموا هذا التطبيق لحتى يصوروا فيلمون الأول التطبيق طبعا مأجور وحقه 20 دولار لكن رح يقدم لكم ياه هدية مجانا لكم فيكن تحملوا من خلال رابط خاص فيني رح أعطيكم ياه وبشكل مجاني يفتح لكم كل ميزات وإذا ما نكون حابين تحملوا من الرابط خارجي فيكن تدوروا عليه بمتجر بلاي أو أبستور للآيفون وتشتروا مباشرة من المتاجر بسعر يتروح من 20 إلى 25 دولار حسب البلد اللي انتو فيه وطبعا يا أصدقائي التطبيق ببساطة هو موجود على الموبايل نصبته وجاهز لحتى نستخدمه ورح نستعرض اليوم القوائم وما رح نتطرق للأمور الفنية والأمور الفنية يلي هي التصوير من خلال الموبايل تصوير السينمائي أو التصوير العادي أو حتى تصوير الفيديو بشكل عام شرحناه مسبقا بهي القناة كيف تستخدم الموبايل وكيف تحرك إيدك لحتى تحصل على مشهد سينمائي وتحرك إيدك لتحصل على لقطات سينمائية وجميلة للفيديو رح حط لكم هذا الرابط بالوصف وطبعا أصدقائي التطبيق اسمه فيلمك برو طبعا هذا التطبيق في منه نسختين نسخة برو يلي هي مأجورة ويلي رح نشرح اليوم عنها يلي رح عطيكم رابط لتحميله مجانا ونسخة تاني هي لايت بتصوير لحد معين أو لامدة معينة موجودة أيضا بشكل مجاني لكن اليوم رح عطيكم التطبيق المفتوح الاحترافي وبشكل مجاني وبشكل كامل خلونا ننتقن وبشارطة للتطبيق ونستعرض القوائم والخدمات والمييزات يلي بقدمها نعم أصدقائي هذا هو التطبيق مثل ما انا شايفين قدامنا الشي الجميل فيه أول ما نستعرضه وأول ما نفتحه ونشوف انه توزيعته توزيعة الشاشة للكاميرا السينمائية يلي شايف شاشة كاميرا سينمائية ومختلف الماركات بتشبه كتير هذا التوزيع يعني نشوف على اليمين شايفين الصوت هدا كيف عبيطلعوا بنزل هذا الصوت اللي عبسجله المايك يعني بنقدر نعرف هال الصوت ما فيه ضجيج مينتر لمؤشر الصوت وهذا الشيء كتير احترافي وكتير متقدم خلونا نتعرف على القوائم مثل ما نا شايفين قدامنا لعنا هذا الخيار اذا ضغطنا بتفتح لنا القوائم مثل ما نا شايفين خيار اللي عنا ياهو الدقة مجرد ما ضغطنا على هذا الخيار سيطلعنا الدقة المتوفرة بموبايلك اذا كان موبايلك بصور 4K او بصور 2K او صور Full HD خلوني شين موبايلك حتى اتحكم فيه بشكل اسرع مثل ما نا شايفين عندي ايانا هون Full HD 1080 فيني وصل لـ 2K او 3K او 4K وعندي هون تحت هذا الخيار هو دقة الفيديو هل دقة عالية او منخفضة هون خلينا نقول هي متوسطة اذا منعمل هيك هي فيلمك اكستريم هو بكون اعلى دقة متوفرة او منرجع لهون الستاندارد هي دقة الموبايل الاساسي طبعا اذا بدنا اعلى دقة مروا على هذا الخيار فوق عنا الخيارات يلي بتسمح لنا نصور حجم الايطار يلي بده يطلع مثلا الشاشات هي 16-9 متل ما بنعرف ايه بالشكل عام يعني عنا هون 17-9 هي بتصير اضيق شوي متل النظام الفيلمي اذا عملنا 3-2 بصير مربع 1-1 بصير مربع اكتر 2-2-1 متل ما انا شايفين عمل لي خطين هذا الشي بشبه البانوراما او ما يسمى بالنمط السينمائي ولكل فيلم ولكل ايحاء له قياس محدد وهذا الشيء متخصص بالاخراج ويتم بتوجيه من المخرج عنا 2.76 على واحد صار اضيق اكتر بعدين 4-3 هو النظام القديم بعدين 2.39 16-9 هو الستاندرد اصدقائي نضغط هون في عنا خيار هو الفريم ريت او عدد الفريمات وعدد الاطارات هون موبايلك اذا بصور عدد الفريمات عالي لحتى تعمل سلو موشن فيك عن بفتح لك دول خيارات انا موبايلي بصور اكتر شيء 120 فريم ففيني يقول له بدي يصور 120 فريم وبقدر صور 120 فريم من خلال هذا التطبيق وارجع بطقه بالمونتاج لحتى يعطيني سلو موشن وهذا الشيشة رحناه نمط الفريمات والسلو موشن كيف بنعمله بحلقات سابقة ايضا التايم لابس اذا بدك تعمل تايم لابس انه خذلي كل صورة كل دقيقة او كل 25 ثانية او كل ثانيتين او كل ثلاث سواني من خلاله فينا نعمل تايم لابس من خلال التطبيق نرجع برجوه لورا هون عنا الاوديو واعدادات الصوت ما في شيء يحتاج لي ذكر لانه انا اساسها ما بنصح نصور الصوت بنفس الموبايل ونصور بمايك خارجي وعننا هون اعدادات الموبايل لانه الجي بي اس الى اخره اشياء ما يمهم كتير ايضا في عنا هون هذا الخيار المهم هون اذا نصور لقطة فينا نحط معلومات لهي لقطة حتى بالمونتاج منضية نحط اسمها المشهد كم مرة عدناها وعنوانا وهذا شيء بسهل علينا جدا اثناء المونتاج وعننا هدول الخيارات ما كتير مهمين الخيار المهم الرائع عنا ياهوي هاد نحن عنا هون هيك شوي اهتزاز بالكاميرا كون الموبايلي الكاميرا فيه ما فيه منع اهتزاز مجرد ما اضغط على هذا الزر رح يخفف لي الاهتزاز لكن رح يعملي كروب فريم يعني رح يدخل الزوم شوي لحتى يقدر يتحكم بالصورة خلو نجرب كيف نضغط هون وشفنا كيف خف الاهتزاز عندي بشكل كبير شايفين كيف بعمل دولي اين دولي اوت بكل بساطة رح نشوف كيف كان قبل عملت هيك شايفين كيف الاهتزاز شايفين عملت هيك عملت هيك خف الاهتزاز بشكل كبير جدا عندي هذا الخيار يلي بتنقلي بين الكاميرات في حال موبايلك فيه اكتر من كاميرا كاميرتين ثلاثة فيك تتنقل بين كاميرات واختار الكاميرا الانسب لك نشوف الخيارات التاني طبعا هذا الخيار يلي بلش يسجل الفيديو مباشرة يخليها للتطبيق طبعا تطبيق نفس صور فقط للفيديو عنا هون هذا الخيار هون منقدر نتحكم بالإعدادات الإيزو بالإضافة للشتر الشتر سبيد هذا الشي فين يضبطوه حسب الإضاءة حسب قعدة مثلث التعريض وإذا ما بتعرف شو مثلث التعريض فحترك لك الحلقة بالوصف فيك ترجع لها وتشوفها أما على اليمين عندي هون الفوكس بشكل يدوي وهذا الشي كتير مهم جدا من كاميرات الاحترافية الكاميرا الأساسية ما بتعمل هذا الشي شايفين كيف أنا بعمل الفوكس البدية مثلا هلأ بقدر انتقل فوكس لهون ببساطة برجع بحول لجوه على الكاميرا شايفين كيف ببساطة بنتقل حسب الشي البدية وعندي هذا الخيار للوايت بلانس هذا الشي لموازنة اللون الأبيض لازم تضبطو حسب الحرارة اللونية الموجودة عندك بها البساطة هذا هو التطبيق أصدقائي فيكن تستخدموه لحتى تصوروا فيلمكم الأول بأبسط المعدات وهذا مثل ما حكيت قبل إنه صوروا فيه أكتر من فيلم من خلال هذا التطبيق على الموبايل هو مأجور وحطيكم يا مجاني بالرابط الموجود بالوسط أتمنى تكون هاي الحلقة أعجبتكن وقدم لكم الفائدة فهذا بناءا عن طلبكم ونحاول إنه نعطيكم المعلومات بأرخص طريقة ممكنة لحتى ما تكلفكم كتير وطبعا هاي الحلقات عبتيجي ضمن سلسلة سينماتيك اللي عبتم إنتاجها من قبل فريق وميرا فريق وميرا فريق فني بقدم خدمات صناعة الإعلان التجاري والفيديو كليب وكل ما يتعلق بالإنتاج المرئي والخدمات الإعلامية من الألف للياء ويشرف عليه ويديره فريق محترم نشكركم نشكر مشاهدتكن أنا محمود الجبني ومورة الكاميرا زوجتي أنا مطحان نحصلنا على أفلام ومحاول فيتكم بهذه المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة اشتركوا في القناة